بنات يا بنات سلام عليكم ورحمة الله اليوم ما بغيت نبرتاج معكم واحد لاستيوس في تنظيف المجمد نتعناه في واحد الوقت وجيز وجيز اخواتي بالخصوص في فصل الصيف فنعرفوا ان الحويجات اللي نحيدهم هكا من المجمد يدي كونجلة وضغية ضغية فباش نحافظوا عليهم هكا ويبقى وعد بهم بالتلج نحاولوا اننا نديروا هاد لاستيوس ضغية ضغية فرمشة تعين كيزول دك التلج اللي كيكون هكا في المجمد علق كيف ما غادي توضح لكم الصورة فانا غي بغيت نبرتاج معكم هاد الفيديو قصير لكن ممكن جدا ان اخوات كتار ما يكونش في بالهم هاد لاستيوس يعني تقدر تنفحهم سواء في فصل الصيف ولا في فصل الشتاء لانا في فصل الشتاء كان ديما يعني كان نحيدوا البريز مثلا من المجمد ونخلي واحد تقريبا ليلة كاملة ودوك الحويجات اللي يكونوا مكونجليني دي كونجلوا فبهكا غادي نخسروا بساف يعني بهاد طريقة سهلة مهلة انا هنا كان نغسل معاكم المجمد الكبير كيف ما تقدروا تديروه هكا في ديك تلاجة اللي كيكون مجمد من الفوق المهم نفس الطريقة غي وشنو هي اخواتي ننبه عليكم انكم من اللي تبقاوا ترمي ودك التلج هكا حاولوا انكم يا اما تحطوا واحد الكارتون ولا واحد الشيفون هكا اللي يكون غليد في القاع انتاع المجمد باش دك تلج من اللي يهبط ولا يطاح في الارض ما يتقبش لكم دك الاليمينيوم هكا وبهكا يعني غادي تخسروا المجمد ديالكم حاولوا انكم تستعنوا بهاد الخطوة المهم هادي هي الطريقة كنحاول انني ندوست شوار في الاماكن هكا ضغية ضغية كي يزول انا ما سرعت الفيديو موالو المهم في الاخير دوست هكا واحد الشيفون اللي يكون هكا مبلل في الاول والمرة التانية مبلل بالماء والخل بالخل عفوا وصافي وغادي نرجعوا لحويجات ديالنا في اللحظة ديالهم يعني تقريبا غادي نحيدو دوك الحويجات من المجمد ما كان لاش عشر دقايق كل شي يكون ماضي كل شي هو هاداك السلام عليكم ورحمة الله